حسيب حضراتكم مع المؤتمر الصحفي ماذا قال بيتسو موسماني بعد نهاية هذه المباراة وهزيمة النادي الأهلي بهدفين مقابل لشيء. وبعد كده فاصل وبعد الفاصل نجم الكبير كابتن أسامة عرابي يكون في ضيافتنا هنا في الأهلي في المونديال. نطلع نشوف المؤتمر الصحفي البيتسو موسماني وفاصل وبعد الفاصل كابتن أسامة عرابي. بالطبع كنا نأمل في أن نكون في مركز أفضل عن السنة الماضية ولكننا الآن في نفس محطة العام السابق بنفس النتائج وهذا يعني أننا بحاجة أن نتحسن. لم نبدأ بطريقة جيدة وكان يجب أن نبدأ بضغط أكثر. ولكننا أعطينا الفريق المنافس قدرا أكثر من اللازم أصبت في الإحباط بعد تلقين البطاقة الحمراء في الوقت الذي كنا نضغط فيه وكنا قريبين من تسجيل الهدف وكان لنا ضربة جزاء محتملة ولكن الفار أقر أنها ليست ضربة جزاء وكان يجب احترام قرارهم. بدأنا نلعب بقوة ولكن متأخرين بعض الشيء في نصف المباراة الثانية بعد تلقين الهدف الشيء الصعب الآن أننا نلعب المباراة الثالثة وكنا حريصين على عدم زيادة الكروت الصفراء على عكس الفريق المنافس لعب أول مباراة وحتى لو تحصل على بطاقات صفراء ذلك لن يؤثر لديهم على المباراة القادمة على عكسنا. وهذا نضغ البطولة للأسف. وكان شيء صعب جدا على لعبنا. كانوا أقوى وغير منهكين كانت آخر مبارايتهم في الثاني من فبراير ونحن لعبنا من ثلاثة أيام فقط. مما صنع الفارق الكبير. ولكننا فترات متقطعة وليس طوال المباراة. حظينا بدعم من اللاعبين الدوليين المنضمين مؤخرا للفريق. ولكن كنا نحتاج من عمر السلية المزيد. ولكنه كان متأثرا بمجهوده مع المنتخب. وأدركنا ذلك. ولذلك أحضرت أفشى لوسط الميدان ليعطينا حلول هجومية أكثر. وأيضا حمدي ليساند رامي ربيعة لأننا كنا في حاجة ماسة للتسجيل بعد تأخرنا بهدفين. لكننا لا نستطيع القول أن اللاعبين الدوليين لم يلعبوا جيدا. على العكس. ولكن لكي نكون منصفين لا نستطيع القول أن اللاعبين الدوليين لم يلعبوا جيدا. على العكس لقد سندونا. حتى محمد شريف كان جيدا للأمانة. ولكن ما أحبطنا حقا هو تلقينا للبطاقة الحمراء. أظن أن أيمن أشرف أخطأ ككابتن للفريق. وتركنا بلا أمل متأخرين بهدفين. ونلعب تحت تأثير النقص العددي. لم أكن سعيدا بما فعل. تكلمنا عن الظروف التي أحاطت بنا قبل المباراة. ولكن أستطيع أن أقول أن سبب خسارتنا للمباراة هو خطأ تكتيكي من اللاعبين. تسبب في الهدف الأول. إثنين من لاعبين ذهبوا للاعب بالمراس. وتركوا آخر بدون تغطية. مما تسبب في تلقينا هدف. أما الهدف الثاني كان بسبب هجومنا بشراسة. مما خلق الثغرات في دفاعاتنا. فتلقينا الهدف الثاني. الآن لدينا ميداليا يجب أن نلعب من أجل الحصول عليها. لم نخسر كل شيء. لدينا ميداليا نسعى لاقتناصها. صحيح ستكون نفس ميداليا العام السابق لو فزنا. ولكن يجب أن نحاول أكثر وأكثر في العام القادم للحصول على مركز أفضل. لم نبدأ بشكل جيد على المستوى الخطط. كان يجب أن نضغط ونحاول في بداية المباراة. كذلك كانت الخطة. والخطة تعني المدرب. لذلك لن أهرب من مسؤوليتي. كان يجب أن نضغط أكثر وأكثر. ولن أخوض في موضوع كيف تحدثنا في غرفة الملابس قبل المباراة. لا أريد أن أختلق لنفسي الأعذار. ولكن اللاعبين يعرفون أننا كان يجب أن نضغط من البداية بشكل أكبر. وكان لا يجب أن ننكمش من البداية. ونعطي للفريق الآخر أكبر من حجمه. ولكننا فعلنا ذلك بالفعل. وهي خطتي لأكون أمينا.